أخوة بركاته كتبة شربة عمر كمال يرفض الزمالك والأهلي حلم أول رد من فيوتشر سناء الأهلي مقابل عمر كمال شوبير مفاجأة جديدة في ملف انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلي كشفاء الأعلامي الأحمر أحمد شوبير عن تطورات جديدة في ملف انتقال عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وقال شوبير في تصرحاته ما هو في الإزاعة في التلفزيون أرفنا للنهار ده في الإزاعة بقى اليوم قد يكون الاجتماع الحاسم لملف ضم عمر كمال عبدالواحد للنادي الأهلي بين الخطيب وعدل القاعي والي الدابس والموضوع على وشك الأعلان وتبع أن عمر كمال حسم موقفه تماما وأبلغ وليد دابس رئيس مودرن فيوتشر أن قراره النهائي هو الانتقال للأهلي رغم العروض المقدمة له من برامد زوز مالك وأنا قلت أن والده كان مدربا في الأهلي والآن الملف على وشك الانتهاء بتحسسونا كده أن إحنا يهود يعني يعني إيه كان مدرب في الأهلي هي دي مش رياضة اللي أنت بتعمله الداب مش رياضة ده تعصب مش علشان والده كان مدرب في الأهلي يبقى لازم ابنه يبقى في الأهلي طيب ما إحنا عندنا فاروق جعفر ابنه كان في الأهلي ومشي عندنا أسامة نبيه ابنه كان في الزمالك سوري ومشي وأسامة نبيه نفس الوضع هي دي الروح الرياضية والمبادئ والقيم لكن للأسف أنت من جوك وكده مفيش اسود السواد السواد الأعظم وأضاف أن قصة صلاح محسن تنتهي مع الأهلي موضران فيوتشر يريد دم سنائي شاب من الأهلي ورفض رحيل خالد عبد الفتاح ومسؤول الأهلي عرضوا على فيوتشر محمود متولي ولكنهم رفضوا لكن بشكل عام الأمور أو شكت على الانتهاء أصل شربة ده هو المتحدث الرسمي للنادي الأهلي عشان ابنه بقى كده وسبوبة يمكن يعود يطير الخطيب ويعود مكانه ما هو ده اللي عايزه وشددها صلاح محسن كان رافض في البداية وبعد ذلك وافأ الأعراض ستكون موسم ونصف وصفقة حتى الآن ليس بها مقابل مدي واختتم وسام أبو علي مشكلته أن الأهلي كان أنها كل شيء ولكن أحد المواقع الدنيمارقية سرب الخبر فبدأ يحدث المزاد وتغيرت الأسعار وهذا ما آخر الحسم لكن الأمور في الطريقها للحسم ده مين؟ ده كلام الأخ شربة ليه بيقول كده؟ علشان مفيش عندنا راجل في مجلس إدارة الزمالك فيش حد يألعب يا بابا نهو أصلا كان عايز النادي الزمالك أول رد من فيوتشر على اقتراب الأهلي من حسم صفقة عمر كمال قال له إيبا؟ كشف مصدر مطلع بالنادي فيوتشر حقيقة الأنباء الأخيرة حول اقتراب عمر كمال عبدالواح ظاهير أيمن الفريق الأول لقرة القدم من الانتقال إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية وأكد مصدر مطلع بالنادي فيوتشر في تصرحته أن الأمور لم تنتهي فيما يخص حسم صفقة انتقال عمر كمال عبدالواح إلى النادي الأهلي ولكنها اقتربت وأضاف المصدر أنه يتم الاتفاق حاليا حول أسماء بعض اللاعبين من داخل النادي الأهلي من أجل دخولهم في الصفقة وأشار المصدر إلى أن المفاوضات تثير بشكل جيد مع الأهلي من أجل انتقال اللاعب هو من الممكن أن يتم الأعلان عن الصفقة خلال ساعات حالة الاتفاق وينتهي عقد عمر كمال عبدالواحيد مع نادي مودرن فيوتشر بنهاية الموسم الجاري ويحق للعب الرحيل والتوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والرحيل نهاية الموسم فيوتشر مقابل انتقال عمر كمال عايز مين عايز يضم سنائي الأهلي تشهد الفترة الحالية مفاوضات قوية من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الخطيب من أجل التعاقد مع عمر كمال عبدالواحيد ظهير أيمن فيوتشر وكشفها موقع أن فيوتشر طلب التعاقد مع سنائي أحمد عبدالقادر وصلاح محسن بجانب لعب من شباب النادي الأهلي من أجل بيع عمر كمال للأحمر وأضاف المصدر أيضا إلى أن الأهلي ينتظر رد السنائي أحمد عبدالقادر وصلاح محسن من أجل حسم تلك الصفقة احنا عارفين أن أحمد عبدالقادر خارج حسابتهم من زمان من ساعة مقال تصريحاته اللي فضحت نادي النادي الأهلي وينتهى عقد عمر كمال عبدالواحيد مع نادي موردرنا فيوتشر من نهاية الموسم الجاري هنروح للكتب بتاع شربة اللي بيقولوا بالنسبة لمين بالنسبة أن عمر كمال كان عايز رفض عرض الزمالك وبرامتز وأخطر فيوتشر بين الأهلي حلم عمره ده مين اللي بيقول كده يا أولاد شربة شربة ولا شربة سواء بالواو أو بالفتحة هم من اللي اتنين بيؤدوا إلى شخص واحد الكئيب اللي قدامكم ده أكد العلامي شبير هو معرفش كان إعلامي إزاي ولا جيم نين الإعلام بتاعه المهم أكد شبير أن عمر كمال عبدالواحيد لعب مودرن فيوتشر اختر ناديه برغبته في اللعب لنادي الأهلي أول كتبة ورفض عرضا من الزمالك بيروميز اللي التعاقل معه في فترة الانتقالات الشتوية يا ولد أقل شبير في البرنامج بتاعه أن عدلق رئيس شركة الكرة في الأهلي عقد اجتماع مع وليد دابس رئيس نادي مودرن فيوتشر زي ما قلنا لكم قبل كده وأضاف شبير أن وليد دابس اجتماع مع عمر كمال عبدالواحيد وأختره بوجود عرض من الزمالك وبروميز اللي ضم في يناير الجاري ولكن اللاعب رفض العرضين وأكد لرئيس ناديه أن الانضمام للأهلي حلم عمره الذي لن يتنازل عنه يلا ما هو الكلام عليه جمرك خلته ليسوى واللي ما يسواش يتكلم عن نادي الزمالك مجلس لبيب خلال ليسوى وما يسواش يتكلم على نادي الزمالك وأطمنا فيوتشر كل رفض رحيل خالد عبدالفتاح لفيوتشر ضمن الصفقة وتمسك باستمراره والأهلي عرض على فيوتشر انضمام محمود متولي ولكن فيوتشر رفض وأكد أنه لاعب هايل ولكنه يحتاج دعم مراكز أخرى ده الأخ شبير طيب بالنسبة للمجلس بتاعنا الكيوت الجميل اللي ما بيتحركش اللي زي ما يكون حد لزقه في الكراسي وما بيفكرش لغوا التفكير لغوا مخوهم متساعة ما قاعدوا على الكرسي الحمش اللي قالك أنا أول ما همسك نادي الزمالك هفق القيد وهجيب صفقات وبقول لكم إيه؟ ما تخلونيش أروح أجيب لعيبة الأهلي يا ولد آخر نقطة ما هو كان حمش كان متأثر بالمستشار مرتضى منصور كان فاكر نفسه هيعمل راسه براسه رغم الانتقادات اللي جات على مرتضى منصور ما احتفظنا طبعا باللقب مستشار مرتضى منصور رغم كل البطولات اللي جابها وكل اللعيبة اللي جابها لكن الناس كانت بتنتقدوا مرتضى منصور جاب فرقة المجلس ده بيدمرها مرتضى منصور جاب لك فرجاني ساسي وفتحه الوينش ومصدفى محمد وعبد الشافي وطرق حامد وابن شرقي وغيره كتير وجاب بطولات كتيرة ومع ذلك محدش رحمه انت بقى جبت إيه لغا دلوقتي ما جبتش حاجة ما جبتش غير الزلة والعار لنادي الزمالك يا اخي ادخل في الصفقة هواشهم قاعد مستني انتو عارفين قاعدين مستنيين ليه قاعدين مستنيين لنص يناير عشان القضية بتاع تحل المجلس وما ممكن ما يعودوش على الكراسي هيعملوا ليه حاجة لنادي الزمالك يا اخي اعمل حاجة لنادي الزمالك عشان الناس تفتكرك وتنتخبك بعد كده لكن الناس هيعملوا ايه بلاش الواحد يقول كلمة يعاقب عليها قانونا فهنقول ايه بس منتظرين هم قاعدين بس ياكلوا واشربوا في النادي ويعينوا ناس في النادي ويستخدموا نادي الزمالك واجهة لشغلهم وهم رجال اعمال معاهم قد كده لكن مش هيحلوا صفقات معلش مش هيحلوا القيد سوري ومش هيجيبوا صفقات لا هم بيسرحوا اللعيبة ليه لان المجلس ده ممكن ما يعودش ممكن يتحل فهيتعبوا نفسهم ليه وحتى لو قاعد المجلس ده مش هيعمل حاجة كفاية عليه كده المجلس كفاية عليه كده والناس اللي قاعدة تطبل للمجلس لغاية دلوقتي اللي طبلت لهم قبل كده عشان ييجوا وبيطبلوا لغاية دلوقتي ويقوللك اصلا هما مش عايزين يعملوا حاجة علشان فيه اجازات في بره علشان الكريسماس طب انت كنت بتعمل ايه من ساعة مجيت ما انت بتنايل على عين اهلك قاعدة عالكرسي ما بتعملش حاجة انا الكرسي مخدركو مش ينربوا حاجة اسفرة كده حتى اللي بيشرب حاجة اسفرة بيعمل حاجات انت مفيش حاجة خالص ده انت عارة على النادي الزمالك والله مجلس عار احنا كده داخلين في العشرية السوداء ما هما دول بتوع العشرية السوداء هما بعينهم بغبوتهم هما هما جبتهم تاني نعمل ليه بس تحايا كبيرة النادي الزمالك العظيم هنفضل وراه وهنفضل ندعمه رغم كل الظروف اللي هو فيها تحايا كبيرة لنادي الزمالك العظيم نادي البطولات ونادي الإنجازات مش بالحكام ولا بالمحسوبية زي ما احنا بنشوف غيرنا تحايا كبيرة للجمهور العظيم اللي مشرفنا في كل مكان اللي لحشان نورانا واللي بينجح اي بطولة اشتركوا في القناة